تحت غطاء الاستياد تتواجد سفن ايرانية في المياه اليمنية في مهمة تهريب الاسلحة لميليشيا الحوثي اتهام مستمر من قبل اليمن لإيران وهو الاتهام الذي يتكرر دون اتخاذ خطوات عملية تضمن ردع الاعتداءات الايرانية على السيادة اليمنية فمنذ ثلاث سنوات وإيران تبحر في المياه اليمنية في البحر الأحمر مستفيدة من غياب السلطات الشرعية في نطاقها وفق وزير الثروة السماكية فهد كفاين فإن 43 سفينة ايرانية دخلت المياه اليمنية بطريقة غير مشروعة واتهم المسؤول الحكومي تلك السفن بممارسة انشطة ممنوعة منها تهريب اسلحة للحوثي الجهات المختصة بحسب الوزير كفاين ضبطت 13 سفينة ايرانية منذ عام 2016 تسع منها وجدت في أرخبيل سقطرة لكن الحكومة وقفت عاجزة أمام التهديدات التي شكلها التواجد الإيراني على الصيادين الذين تعرضوا أكثر من مرة إلى اعتداءات متكررة تسببت من مقتل بعضهم وفقدان الآخرين لمصادر رزقهم فيما هو مؤكد فإن ايران تستمر في التحرك باتجاه التحكم في المياه اليمنية في الوقت الذي تكتفي فيه الحكومة بالتنديد والتحالف بإشعار ما يسمى بالمجتمع الدولي بخطورة الصمت على تهديدات طهران للممرات المائية في البحر الأحمر ترجمة نانسي قنقر